موسيقى أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا طبعا إحنا أنا بقى بقى سعيد بيكم لما بقابلكم عايز أقول لكم صباح الخير النهاردة هنتكلم على المواضيع اللي هي على الساحة منظمة الساحة العالمية كانت بتكلم على موضوعين في خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول في غاية الشدة وإحنا كلنا بما فيهم الدكاترة أي نعم إحنا قلنا تكلمنا عليهم قبل كده في حلقة من حلقتنا ولكن الموضوع واضح أنه هو واخد أهمية قصوى زي وزي التدخين زي وزي السمنة هنحاول نتكلم على موضوع مرتبط بهذه السمنة لأن اللي هو الموضوع ده كله مرتبط بنفس هذي قص وهو سرطان القولون اللحوم اللحوم أكل اللحوم المصنعة البسترمة اللانشون الهامبورجر الحاجات دي كلها منظمة الساحة العالمية حذرت من تناولها وأكدت أنها مرتبطة بسرطان القولون وأنها بترفع نسب الإصابة بالسرطان نحن بنقول أن كل 100 شخص على سطح الكرة الأرضية في 6 معرضين للإصابة بسرطان القولون أو يعني هنسميهم 5% مرتبطين بالجزء الجيني وحنقدر نقول أن يعني 5 من كل 100 عندهم العرضة الجينية هنقول أن 95% من الناس اللي هتصاب بالأورام أو بسرطان القولون مرتبطة بالنمط الغذائي عشان كده منظمة الصحة العالمية قالت يعني أو وجدت أن تناول اللحوم المصنعة فيها مشكلة وممكن تؤدي إلى سرطان القولون وبترفع نسبة أي إنسان من 6% إلى 18% هي طبعا نسبة غريبة شوية عايزين نقول أنها بتزود النسبة بشكل مش مضطرت زي ما الرقم شكله مخيف لكن هل نمتنع عن أكل اللحوم المصنعة وأكل اللحوم الحمراء للأسف ده التعريف بتاع منظمة الصحة العالمية طب إزاي نقي أنفسنا من هذا الكلام إيه هي مضادات الأجسادة اللي ممكن نعملها ما ومش ممكن إحنا ولادنا طب اللي كان قبل كده اللحوم المصنعة المصنع بتاعت اللحوم المصنعة هل تقفل هل تغير نشاطها مش ده اللي نقدر نقوله أبدا هل ما ناكلش لانشون في كتير مننا عارف إن السجاير مصرطنة في كتير مننا عارف إن السمنة لوحدها مصرطنة أو كتير مننا ما يعرفش هذه المعلومة لكن هل كتير مننا برضو لا يقلع في دكاترة ما زالت مصر على إنها الدخل طيب إيه العناصر الأخرى اللي ممكن ترفع نسب الإصابة ما هي يعني هل فقط اللحوم المصنعة المعلومة اللي إحنا سمعناها دي هي طبعا معلومة صحيحة ما فيهاش يعني ما عندناش قدر على التعليق أو تغيير صحتها لأنها ده معلومة قديمة جدا لكن النهار ده هم أكدوها وقالوا إنها لابد إن إحنا ناخد إجراء قوي أو الإقلال في هذا الكلام طيب إيه الحاجات اللي ممكن تقينا من هذا الأمر فكرة التطعيمات المرتبطة اللي ممكن تمنع السرطانات مين المشاهير اللي أصيبوا بسرطان القولون أنا هكلمكم على أحد المشاهير لما حصلوا هذه المشكلة في التمانينات رونالد ريجن رئيس الولايات المتحدة أحد المشاهير الذين أصيبوا بسرطان القولون أحد المشاهير العظماء طبعا العالم كله وقف وهو رئيس الولايات المتحدة وكأصيب بالسرطان وهو رئيس الولايات المتحدة أمريكية أحد طبعا كثير من المصريين أصيبوا كثير من سكان الكرة الأرضية تاني أكثر حد مشهور زوجة الملك جورج السادس أم الملكة إليزابيس هي إليزابيس الأولى أم الملكة إليزابيس الحالية تاني أهم حد مشهور لكن طب يعني دول ناس إنجلترا أمريكا طيب في مصر في كثير من المشاهير أصيبوا أو كثير من الناس بتصاب لكن الناس اللي هي سجلت طبيا الناس اللي سجلت طبيا يعني رونالد ريجن سجل طبيا الملكة أو زوجة ملك جورج سجلت طبيا أحد المصريين لما سافر في الخارج فحالته سجلت بالرغم من يعني مش أي حاجة السفر بره يعني هو سافر عمل الجراحة بتاعته في ألمانيا الفنان عمر منيب وهو سجل طبيا فأصبح الموضوع معلوم لدى الجميع يعني منيجي نستقيم من التاريخ الطبي أو الحاجات اللي هي بتكتب ومع ذلك فشلت الجراحة لأنه هو سافر في وقت متأخر فده مش معناها أن أي حد هسافر بره هياخد علاج أفضل من العلاج الداخلي يعني هي كل حاجة مرحلة لها ستاندرس ولها مقاييس فالفنان عمر منيب توفاه الله برضو عن عمر ينهز 48 سنة نتيجة الإصابة بسرطان القول طب إيه الحاجات اللي بتعمل هذا الكلام تخيلوا أن ممكن يبقى وزنك يعني قليل أو رفايع ولكن ما بتعملش حركة فوجدوا أن قلة الحركة بتزود فرص الإصابة وجدوا أن الناس اللي بتاكل مقليات مسبكات مخبوزات اللي عليها زيت المرجارين الحلويات السمين الشربة اللي هي غنية بالهرمونات اللي احنا بنتكلم عليه تخيلوا الأكلات الغريبة يعني هذه المقليات المسبكات ده قاسم مشترك دول الحاجات اللي بيعملونا امتلاء وانتفاخ وحمودة هم 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 اللي بيعملونا مؤكسدات يعني هي منظومة أشياء وإحنا ما زلنا مصرين على تناولها اللحوم الحمراء المشوية يعني الناس اللي بتعمل شارنج يعني اللحمة لما تتلسع في الفرن ولونها يسود اللحمة لما نقليها زي البنيهات والحاجات اللي احنا بنعملها دي يعني نفس اللحمة المصنعة لإحتوائها على أكتر من 21 مركب صناعي يعني حاجة في غاية الغرابة يعني حاجة في طبعا فيه التهابات فيروسية ممكن تعمل هذا الكلام يعني من المعلومة أن فيه فيروسات مصرطنة وتم اكتشاف هذا الكلام يعني الراجل اللي عمل التطعيم بتاع الحصبة سنة 63 وهو هو اللي عمل التطعيم بتاع فيروس بي وهو هو اللي عمل التطعيم بتاع فيروس ايه الرجل المكتشف هذه التطعيمات توفاه الله بالسرطان سير مورس يعني سرطان القولون احنا بس بنتكلم على انا بس بركز لكم فيما اتكلمت عنه منظمة الصحة العالمية طيب يبقى اذا عندنا مجموعة يعني فيه سرطانات فيه نمط غذائي فيه قلة رياضة فيه السمنة فيه تدخين بيعمل هذا الكلام طيب فيه حاجات بتقينة هقول لكم طبعا ازاي نقل مش معنا ان انا قلتلكم خبر ساي لا احنا نقدر نقي انفسنا والناس اللي اصرفوا على انفسهم فيه النمط الغذائي ده والناس اللي هي عندها كل ده نقدر نقي نفسنا بس هو الموضوع الشوية نقدر نعمله فيه ادوية ممكن ناخدها فيه ادوية فيه ناس محظوظة انها لما تاخد نوع محدد من الادوية ده حيقيم هذا الكلام اه وهحكي لكم تاريخ الادوية دي ازاي اكتشفوها وازاي نتابع نفسنا بموضوع السرطان وقصة المناظير كل ده هكلمكم عنه يعني انا مش يعني مش بقوطيل عليكم في الوضع لكن عايز اركز معاكو ان ده جزء من المواضيع اللي هي اه لقيتنا كلنا بلا استثناء اه احنا دايما يعني سمعين هذه المعلومة وعارفينها بس غير مدركينها ما بنقدرش ننفذها في حياتنا ولكن انتشار المرض بشكل غريب يعني من مننا ما عندوش حد صغير ايه ايه اقول لكم الفنان عامل مونيب 48 سنة توفاوا الله بعد قصة وصراع طويل مع هذا المرض واحنا في نمط حياتنا واحنا بنشتغل مناظير القولون اكتشفنا ناس كتير بالرغم ان يعني المقولة العالمية او ما يطلق عليه ان لابد ان احنا نعمل منزار قولون عند سنة الخمسين لأي انسان ما عندوش تاريخ مرضي في العيلة لا ام عندها سرطان ثادي ولا مبيض ولا تاريخ عائلي لسرطان القولون او لسرطانات متناسرة بنقول ان احنا نعمل المنزار قبل خمسين سنة لكن في ناس ما عندهاش التاريخ المرضي او مش من الخمسة في المال اللي عندهم التاريخ الجيني عندهم مثل هذا الامر فاذا مش عايزين نخاف من كلمة مناظير انا هكلمكم ازاي نقي انفسنا او ازاي النمط الحياة لكن الناس اللي اصرفت على انفسها في تحليل اسمه شيبوتاست في تحليل اسمه شيبوتاست بيدور على مادة اسمها M2PK ده تحليل براز لو طلع ايجابي بلازم تعمل منزار قولون لازم تعمل منزار قولون ده الناس اللي ايه خايفة من المناظير لكن المناظير تقدر النهاردة تطورت بشكل طبيعي مش ممكن تنقل امراض مش ممكن تنقل امراض مش ممكن كثير مننا بيقول دي بتنقل لنا الفيروسات الكابدية كل هذا الكلام كلام مش مظبوط تعقيم المنزار في مادة اسمها سايدكس المدة 20 ديه يقضي على كل الامراض في معادة الدرن يعني ده بس لكن الماكان النهاردة اللي بيشتغل التعقيم بيشتغل في مكان آلي فطبعا احنا مش هنروح نعمل منزار في مكان بسيط ما فيهوش الماكان التعقيم لكن الماكان التعقيم ده موجود في كليات الطب يعني في كليات الطب الأسر العيني على سبيل الزكر في وحدة المناظير مستحيل يتم يعني عمل يعني احنا منكلم على الحكومة في معظم المستشفيات اللي الواحد شافها الخاصة عندهم نفس المكان مش ممكن نروح نشتغل في مكان على قد ما نقدر يبقى فيه ضمير انساني من قبل الطبيب وبرضو انت كمريد او كحد عايز يروح يعمل منزار يتأكد ان عندهم مكنة الغسيل ومكنة التعقيم وتاريخ تغيير ده من حق اي انسان في الدنيا المناظير تقدر تكتشف الزوايد القولونية نقدر نقول ان 25% من سكان الكرة الارضية ممكن يجي لهم زوايد قولونية عند سن الخمسين ده موضوع جيني يبقى اذا حقي انفسنا او حكشف على نفسي ان انا اعمل تحليل الشيبوتستو ان انا اعمل منزار القولونية عند سن الخمسين طيب فيه اكلات تقدر تنقذني من هذا الامر فيه ادوية تنقذني من هذا الامر فيه تطعيمات تعملي ده اللي هكلمكو عليه احنا المفروض نحصل على مادة الفوليك اسد الفوليك اسد مش من اقراص يعني لو ناخدها من اقراص ده بيزود لنا المشكلة العكس من الناس متخيلة يعني لو خدت الفوليك اسد الناس اللي تاخد فيتامينات علشان كاقراص كمضادات اكسادها لمنع ظهور الزوايد القولونية الحقيقة الفوليك اسد تاخده من مصدر طبيعي يمنع السرطان ويمنع ظهور الزوايد القولونية لكن تاخده من اقراص للأسف الشديد لو عندك زوايد تقلب الى شيء سبحان الله رب الاسباب عايز كده يعني الموضوع قد يكون غير منطقي ولكن هو الموضوع بهذا الشكل الفوليك اسد ده موجود في الورقيات الداكنة موجود في الخص في الجلجير في الشابت في البقدونس المغنيسيوم 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 ايضاً موجود في الشابت والكرافس والبقدونس والموجود في اللب والسوداني والمكسرات بس احنا وإحنا بناخد لب وسوداني ومكسرات لازم ناخدهم من مصدر مظبوط ولو طعمهم مضغير طبعا كل ما كان طبيعي وكل ما ما تحمصه كل ده كان بشيء عظيم يعني الليب والسودانيو مكسرات غاني بالأوميجا تمنع السرطان غاني بالمغنيسيوم غاني بالسيلينيوم يعني نقدر نقول إن حوالي 8-7 حبات من اللوز أو حاجة اسمها البرازيليا النط فيهم أكتر من المطلوب من السيلينيوم يوميا السيلينيوم من أفضل مضادات السرطان في التاريخ في الليب والسودانيو مكسرات لكن تاخد ليه بوزداني ومكسرات مش محفوظين جيدا أو حبوب غير محفوظة جيدا فيها أفلاتوكسن ده بيعمل للأسف بؤر كبدية سرطانية للأسف شديد يعني برضو مصدر الطهي ومصدر الأشياء في غاية الأهمية بإحنا عايزين ناخد فوليك أسد وماغنيسيوم واسيلينيوم عايزين نحصل على كالسيوم من مصادر أخرى غير الألبان من مصادر أخرى غير الألبان برضو موجود في الورقيات الدكنة موجود في البيض موجود في الأسماك يعني الكالسيوم والأكلات البحرية يبقى إحنا عايزين ناخد سيلينيوم فوليك أسد ماغنيسيوم عايزين ناخد الأوميجا الأوميجا ده موجودة في زيت الزتون الأوميجا 3 الأوميجا 3 ده موجود في زيت الزتون موجود في زيت الزتون موجود في اللبو السوداني والمكسرات موجود في زيت بزرة الكتان اللي إحنا بنسميه الزيت الحار فإحنا عندنا شوية عناصر في غاية البساطة نقدر نحصل عليها السلينيا موجود في البقول طبق الفول بتاعنا ده من افضل الاشياء اللي احنا ممكن نتكلم فيهم الجارلك عفوا التوم اللي هو التوم مكتوب لوحده التوم مكتوب في سطر لوحده انه هو من اهم الاشياء مانعة للسرطان القولون مانعة لزهور الزوايد القولونية يبقى اذا احنا نقدر نعمل شوية مضادات اكسادة بالنمط الغذائي البسيط يعني خمسة ونتجنب الحاجات اللي اتفقنا عليها المقليات المسبكات المخبوزات الحلويات والتحذير العالمي اللي هو بتاع اللحوم المصنعة يبقى احنا مش هناخد اللحوم مصنعة هناخد الحاجات اللي هي مضادات الاكسادة وواضح المضادات الاكسادة بتنفعنا في حاجات كتير يعني مش فقط في هذا المضادات الاكسادة دي لو تناولناها بشكل طبيعي يعني احنا عايزين نحصل على فيتامين هه لكن تحصل على فيتامين هه كأقراص في مشكلة في معادة الناس اللي عندهم كابت دهني في معادة تحصل عليه برضو في اللب في السوداني في المكسرات في الورقيات الداكنة حيمنع حدوث الزباحات الصدرية حيمنع حدوث أو هيقلل فرص حدوث ترسيب الكوليسترول في الشرايين اللي هو بيعمل لنا تصلب الشرايين وقصة تصلب الشرايين دي هتنقلنا إلى قصة تانية يعني لو قدرنا نقي أنفسنا من هذا الأمر وهقول لكم إيه الأدوية يعني وجدوا بالصدفة أنا بس هحكي لكم القصة دي لأنها مرتبطة بالسرطان القولون وجدوا أن الأدوية اللي هي بتمنع ترسيب الشرايين اللي هي الحاجات اللي احنا بناخدها لتغفيد الكوليسترول في الدم من الحاجات اللي بتمنع سرطان القولون من الحاجات اللي بتمنع سرطان القولون من أكتر من مئة سنة فيه عالم ألماني رجل بتاع علوم أنسجة اكتشف ترسب الكوليسترول على الشرايين وهو ده أكتر حاجة بتؤدي إلى الزبحة الصدرية من أكتر من مئة سنة وفضل البشرية لحد سنة سبعين ألف تسعمائة وسبعين يعني من خمسة وربعين سنة بالزبن مش عارفة تجد مركب لمنع ترسيب هذه الدهون على الشرايين يعني البشرية قاعدت عمر طويل عندهم هذه الفكرة لكن قاعدوا يجربوا حاجات طبيعية كثيرة علشان يمنعوا نشاط الإنزيم اللي هو الاسمه الـ HMGQA عشان يمنع ترسب هذه الشرايين والموضوع ده وراثي يعني في عوامل وراثية تؤثر على هذا النمط الغذائي يعني مش فقط النمط الغذائي فبيؤدي إلى ترسب هذه الشرايين إلى أن ظهر راجل ياباني اكتشف مادة مستخرجة من أو يعني مركب مستخرج من الفطريات الفطريات دي ساعدت البشرية في حاجات كتير يعني أليكساندر فليمينج طلع منها البنسلين هحاول أحكي لكم جزء من هذه القصة هذا الرجل الياباني اكتشف هذه المادة برضو من مركب مشابه للنفس نوع الفطري اللي طلع منه البنسلين يعني هو واسم هذا الفطري أو اسم البنسلين ده يعني قريب من اسم الفطري اللي طلع منه هذا المركب ولكن وجدوا أن سميت هذا المركب اللي تمنع ترسب كوليسترول داخل الشرايين سميته عالية إلى أن ظهر في عام الف تمنمية تمانية وسبعين في الف الف تسعمية تمانية وسبعين مادة أول مادة استخدمت وبقت موجودة في الأسواق لمنع ترسب الكوليسترول داخل الشرايين وبالصدفة وبالصدفة وجدوا أن هذه المادة وكل المركبات المشابهة وطلع من نوع آخر من الفطريات مش نفس النوع اللي هو بتاع البنسلين من الأسبرجيلس وده نوع من الفطريات الضاري يعني لو أصبنا لكن السموم المستخرجة من هذا الفطر سبحان الله يعني الداء وفيه الدواء وجدوا أن هذا السم يمنع ترسب الشرايين ووجدوا أيضا تأثيره غريب جدا بيقضي أو يزيل الزوايد القولونية وجدوا أنه هو بيشيل الزوايد القولونية يعني كمان على السرطان سبحان الله سبحان الله موضوع غريب جدا وفي نفس الوقت بيمنع تكون حصوات المرارة معنا إيمان يا أهلا يا إيمان أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك أهلا بحضرتك دكتور ربنا يا بني فيك أنا كنت عاوة أسأل حضرتك بس أنا عندك القولون اتفضلي يعني إيه عندك القولون �owej عنده القولون العصبي يعني إيه حريككم سمتيه قولون عصبي ليه أوholdersخخصوك كي قولون العصبي إزاي عندي قولون أنا كشبت قولون إيه يعني حالتك لمسطور قولون قولون عصبي بعد ما عملت منظير وعملت تحليل لأعملتش منظير أنا كشبتي بس بتطنة تمام طب حالتك احكي Beef العمري كم سنة الأولية مدام إيمان؟ أنا عندي لوقتي 33 سنة ربنا يديك الصحة عملت جراحات قبل كده؟ لا ما عملتش بتاخدي أي دوة لأي مرض نزمن زي الضغط السكر؟ آه أنا عندي مثالات وظروفين وبتاخدي مسكنات كتير؟ آه تمام عندنا حساسية صدر حساسية من أي دوة أي شكوة مرضية قديمة تاريخ مرضي في الأسرة لأي مرض من أي نوع؟ لا ما فيش في ليلة لضغط بب ألف سلام عليك طب إيه المشكلة بقى في القولون؟ إمساك، إسهال، حمود، حرقان، مغس في البطن؟ آه آه لا أنا عاوز أسأل حضرتك بس أسألتك تتكلم دلوقتي على السرطان بتاع القولون هل السرطان بتاع القولون مرتبط بالقولون العصبي؟ لا ملوش علاقة بالقولون العصبي أبدا يعني القولون العصبي بس عشان نشخص قولون العصبي في مواصفات طبية محددة يعني أهم شرط لهم أن يكون عندي تغير في عادات التبرز تغير في قوام التبرز يعني عاداته إمساك وراء إسهال على فترات لمدة ستة شهور على مدار السنة تغير في يعني إحنا قلنا عادات وقوام التبرز مغس في البطن ما حسش أن البطن يفضيت مخاط في البراز بدون تغير في الوزن ولابد أهم صفة أن أنا أكون عملت منزار قولون وخدت عينات من جدار القولون كاملة علشان أبتدي أقول دا عندي قولون عصبي بعد استبعاد كل الأمراض الأخرى يعني مفيش قولون عصبي بدون ما نكون عملنا هذه المواصفات أما أن حضرتك تكشفي أو أن أي حد فينا يروح يكشف ودكتور يحط إيده عليه ويمشي لنا جهاز الموجات الصوتية على بطنه ويقول لك دا قولون عصبي دا كلام مش مظبوط مش مظبوط كيف اكتشفت أن قولون عصبي مجرد فقط بالكلام يعني جزء من الأداء الطب السليم الأداء الطب السليم الستاندرد العالمي الستاندرد العالمي إن أنا شخصه بهذه المواصفات على الأقل بمجموعة تحاليل يعني أنا عايز أقول لكم شوية حاجات غريبة جدا أنيميا في سن فوق سن الخمسين أنيميا في سن في زكور فوق سن الخمسين بدون أي سبب آخر وبعد استبعاد جميع أمراض الدم بيسموها سرطان قولون حتى يثبت عكس ذلك يعني دا قانون طبي غريب جدا بس دا موجود فيوجد قوانين طبية لابد إن إحنا نلتزم بيها لابد إن إحنا نلتزم بيها الطب الناس بتخش كله الطب عشان تذاكر معايير محددة مش عشان ندي أرقنا الشخصية حريك لما بتروحي تكشفي عند الطبيب مش رايح هتاخدي رأيه أنت حريك بتاخدي مواصفات طبية خدمة سابتة لأن في الخارج لما هتروحي للدكتور محمد زي ما هتروحي للدكتور أحمد زي ما هتروحي للدكتور مصطفى كل الأرقام يعني هتاخدي نفس التشخيص وهتاخدي نفس العلاج قد تاخدي اسم تجاري مختلف لكن هتاخدي اسم المادة الفعالة العلمية اللي هي احنا نتعالج بيها السليم فكلمة قولون عصبي ده مواصفات كلمة القولون العصبي وما ينفعش إن أنا ألجأ لهذه الجملة إلا بعد استبعاد أمرات كثيرة جدا لحسن الحظ حاجة غريبة جدا الناس اللي بتاخد نبات مادة الأسبرين يعني وجدنا زي ما كنا بنتكلم على حاجات اللي بتمنع سرطان القولون هذا الدواء الكوليسترول دواء الكوليسترول يعني بيمنع سرطان الناس اللي بتاخد مادة الأسيتال سليسيلك أسد اللي هو الأسبرين وأنا عايز أحكي لكم قصة غريبة جدا إن أول ما نكتشف قصة السرطانات في التاريخ وسجلت في أقدم بردية يعني الفرعنة دول يعني كانوا حاجة في غاية الغرابة الفرعنة كانوا يعني أغرب ناس في هذا الزمان يعني حتى يومنا هذا هم أول ناس اكتشفوا مادة الأسيتال سليسيلك أسد من نبات الصفصاف وقالوا أول ناس قالوا إن هم أول ناس لما كانوا بيشرحوا الجسس عرفوا يعني إيه سرطان وكانوا بيسموه زي سرطان البحر أو زي كابوري يعني المسمى طبعا اكتشفوا هذا الكلام في عام 1800 وحاجة بعد ما فكروا منوز اللغة الفرعونية في البردية الشهيرة اللي هي إيربس بابيروس اللي اشترىها جورج إيربس الرجل هاوي هاوي يعني رجل هاوي اشترى بردياتنا من مصر من أحد التجار في السعيد وهذه البردية اللي هي أقدم مخطوط طبي موجودة في أحد في متحف أحد الجامعات الألمانية وفيها هذا الوصف يعني أول ناس وصفوا سرطان القولون طبعا لإنهما كانوا بارعين في التشريح والكهنة أول ناس استخدموا نبات الصفصاف طبعا لعلاج الآلام طبعا ما كانوش يعرفوا ان ده بيمنع ان نبات الصفصاف النهاردة ان احنا بعد مرور خمسة آلاف سنة هنقول ان مادة الأستال سيريسيليك أسد طبعا اللي استخراجها رجل ألماني في شركة شهيرة شركة أحد الشركات الأدوية في عام 1861 يعني لكن احنا كنا بنستخدمها كنبات بس طبعا لما استخرجت لما استخرجت بعيدا أنها نبات لكن لما استخرجت كمركب كمائي بقى لها نوع من الفعلية بشكل مختلف بقت قد تكون أفضل أو نتيجتها أفضل أي نعم زمان أم عملوا جراحات أو اكتشفوا هذا الكلام وسجلوه طبعا الجراحات كانت غير ناجعة كانت فاشلة تماما وكان من يحصلوا هذه الجراحة كان بيموت بالتسامن بأشياء كثيرة جدا لكن هم اكتشفوا بالصدفة أن الناس اللي بتتناول نبات الصفصاف دول أقل ده الفرعن سجلوا الكلام ده في بردية أربس احنا في عام 2007-2008 قلنا أن مادة الأسيتالساليسيليك أسد أو الناس اللي بتاخد أسبرين بكميات قليلة وجدوا أنه ده بيقلل فرصة حدوث سرطان القورون يعني حاجة في غاية الغربة يعني الأسبرين بيمنع سرطان القورون الدواء بتاع الكوليسترول بيمنع سرطان القورون الأكلات الغنية بالزينك بالسيلينيام بالفوليك أسد بالكالسيوم بالمغنيسيوم بالأوميجا والتوم بيمنع سرطان القورون حاجة في غاية الغربة والناس اللي هي بتعمل مجهود عضلي وما عندهمش سمنة وغير مدخنين غير مدخنين وده كان التاريخ بتاع يعني قصة سرطان القورون وده ما كان يعنينا في أول فقرة في هذه الحلقة إن السرطان نقدر نقي أنفسنا بنمط غذائي ونقدر نتابعه طبعا تاريخ المناظير في شركة اسمها كارل ستورز ده نسبة إلى أحد الأشخاص ده كان شخص يعني فكر في قصة المناظير من عام 1900 وحاجة قبليه ناس جربت فكرة المناظير وقالوا هذه المناظير غير ناجعة في عام 1800 وحاجة معانا اتصال إيفون أهلا بيكي أيها لو سمحت أنا عندي ابني عنده واحد وثلاثين سنة وهو طوله عادي وجسمه عادي وكان كويس وزي الفل وبصنا لقناه ماذا يخص ليه سنة أو أكتر من سنة بيخص خسابين جاملت أنا ما حدته تصدالي فإحنا عارفين إيه سبب الخساسان ده كشفنا والدكتور طلت تحليل عملت غدة درقية عملت سكر عملنا غدة درقية وعملنا سكر سايم وفاط وعملنا وضيف كابج وضيف كلا تمام عملت منزار وخدت عيننا من الأمعاء الدقيقة لا لا ما عملناش منزار إيه السبب وإيه اللي ممكن يخسسه كده يعني هجاوبك حالا على أسباب النزول المفاجئ في الوزن عناية في كتير جدا من الأسباب اللي بتؤدي إلى نزول الوزن أهمهم أمراض الامتصاص في أمراض مناعية تمنع الامتصاص يعني في ناس ما كناش نعرف أن عندهم حساسية الأمح حساسية الأمح دي بتبان في سن صغير جدا نقدر نكتشفها في أولادنا نفسه مسدودة وعنده إسهال أو عنده إمساك عنده مغس في البطن وفي الآخر نعمل كل الفحوصات ويتبين لنا أنه عنده حساسية أمح ممكن تبان في سن صغير ممكن تبان في سن في التلاتينات وممكن تبان في سن الخمسينات وده حاجة نادرة جدا ولكن ده ممكن يبان يعني من غير ما نعمل التحليل نفسه الدقيق بتاع هذا الأمر ممكن نلاقي ارتفاع في الأنزيمات ممكن نلاقي أعراض جلدية ممكن نلاقي أعراض جلدية طيب فيه ناس بتنزل في الوزن يبقى احنا بنتكلم على جزء الامتصاص فيه أمراض امتصاص وأمراض عصر هضم دول حوالي ست أمراض رئيسية وينقسم تحت يوم حاجات كتير جدا اللي هي الحاجات اللي بتعمل لنا ضمور في الأهداب يعني فيه حساسيات طعام تعمل لنا زي ما قلنا حسيت الأمحة بس دي حسية لوحدها مذكورة فيه حاجات تعمل لنا ضمور في الأهداب فيه أمراض منعية تعمل لنا ضمور في الأهداب فيه ناس لقدر الله عندهم أمراض بكتيرية يعني الناس اللي عندهم دارن فيه ناس عندهم أمراض فيروسية بتؤدي إلى هذا الكلام فيه ناس ممكن تصاب بحاجة اسمها الأورام الليمفاوية الغدد الليمفاوية المبطنة لجدار البطن والأمعاء يحصل لهم هذا الكلام عندنا تحليل ونقدر نقي أنفسنا يعني عايزين نقول أن أحد الحاجات اللي ممكن تعمل مثل هذه المشكلة الناس اللي عندهم بكتيريا حلازونية الأتش بايلوري فيه منها نوعين معروفين لدينا أنهما بيعملوا قرحة معدة حقيقية ويعمل لنا ما يطلق عليه المالت الليمفاوية اللي هو سرطان المبطن للهدد الليمفاوية ده أنا بس بكلمكم فيه الجدار يعني إحنا كلمنا على أمراض امتصاص حساسية الطعام بعض التهبات كل ده حاجات إحنا بس بنشكرها على سبيل الزكر يبقى إحنا بنتكلم على مشاكل الامتصاص فيه ناس بيحصل تكسير في الجسم الناس المصابة بالسكر يعمس معنا أن الناس عطشان ووزنه نزل بيخش الحمام كتير وإن اكتشف في الآخر أنه عنده أنه مريض سكر فيه نشاط في الغدة الدرقية الناس ما بيحصل لها نشاط في الغدة الدرقية بتقل مرة واحدة وبتنزل في الوزن مرة واحدة دول أشهر الأشياء فيه أمراض دم تعمل هذا الكلام فيه لقدر الله سرطانات تعمل هذا الكلام طيب إحنا نقدر نقي أنفسنا دي الحاجات العامة بتاعت النزول في الوزن يعني النزول في الوزن ليه أسباب كثيرة جدا ولكن دي الحاجات اللي هي أكتر الأشياء اللي هي قد تكون مرفتة لدينا للنظر فيه ناس بيبعا عندها أعراض فيه حاجات ارتفاع درجات حرارة فيه ناس عندها حاجات كثيرة جدا متلازمات نقدر نشخص من خلالها لكن أي حد عنده نزول مفاجئ في الوزن فلابد أن إحنا نعرف أنه ما عندناش أمراض مزمنة أن إحنا بناكل كويس فيه ناس بيبعا عندها اكتئاب فبتنزل في الوزن أنا بس بذكر لكم الجزء من الأشياء من كريتيريا فيه ناس عندها أمراض الأكل أنوركسيا نرفوزة دي بتصيب السيدات أكتر أو البنات اللي هي خايفة على شكلها وكثير من الناس اللي جالها التوتر ممكن يخلينا ما ناكلش ففيه عندنا جزء كمان سايكلوجي فيه ناس بتصب مرض اسمه البوليميا برضو ده سايكلوجي اللي هو بعد ما يأكل يحاول يرجع يعني عندنا حاجات كثيرة جدا تقدر وكثير من الناس بقى اللي هي بتاخد أدوية أخرى أو منشطات أو حاجات من هذا القبيل ممكن يبقى هذا الموضوع فإحنا لازم نروح لطبيب يعي يعني إيه أنا بنزل في الوزن ويبقى مركز معنا في قصة النزول في الوزن وهي لها أسباب محددة ولابد أن إحنا لا نغفلها ده بالنسبة لكلمة نزول الوزن في تطعيمات بقى نقدر نقي أنفسنا بيها من الأورام يعني ده يدخلنا على قصة التطعيم هل تتخيلوا أن حاجة اسمها التطعيم بتاع الهومان بابلومافيروس ده يعني بيمنع سرطان عنق الرحم يعني هل نتخيل أن ممكن نقي سيدات كثيرة جدا من سرطان عنق الرحم اللي هو تسعة وعين وتسعة من عشر السببه فيروسي يعني طبعا هكلمكم على التطعيمات بشكل أعمق سنة لأن التاني تحذير في منظمة الصحة العالمية بتقول لنا لابد أن احنا ناخد التطعيمات العامة في معادها ولكن بتنصحنا ده الإسبوع الماضي أو في بداية أكتوبر كانت بتنصحنا أن لابد أن الناس كلها تاخد التطعيم بتاع الأنفلوانزة زمان كان فيه التطعيم بتاع الأنفلوانزة ده خاص بفئة محددة من الناس الناس اللي عندها أمراض أزمة صدرية الناس اللي هي خايفة من أشياء محددة لكن دلوقتي التحذير العالمي لكن احنا نقدر نقول أن التطعيم يقينا من أشياء في غاية الغرابة يعني أن الهومان بابلومافيروس التطعيم منه طبعا ده حاجة كانت جديدة يعني بقالها عدة سنوات مش حاجة مش قديمة جدة يقي سيدات من سرطان عنق الرحم في فيروسات مصرطنة يعني جزء من الموضوع اللي أنا بكلمكم عليه فيه رجل اسمه أبستين أو الناس بتسميه باللغة أخرى أبستاين بس هو أبستين ده الإسم طريقة نطقه اللي اكتشف الأبستاين بار فيروس وبار ده اسم رجل آخر يعني أبستين وبار اكتشفوا نوع من الفيروسات اللي ممكن تعمل لنا سرطان غدد لمفاوية سرطان غدد لمفاوية وهو سريع الانتشار معنا إيهاب يا أهلا يا إيهاب انقطع الاتصال حاول ترجع تكلمنا تاني يا إيهاب عندنا الفيروس اللي هو الإبستامبر فيروس عندنا السايتوميجالوفيروس عندنا الهيربز فيروس يعني التطعيمات يعني بتقينا من سرطانات كثيرة جدا الجديري ده كان زمان هو أول تطعيم ظهر على العالم يعني وأول ناس كانت يعني عملت فكرته كان الجماعة بتوعصين وكانوا بيحقوا من آلاف السنين لأن الجديري ده كان لما بيصيب الكبار كان بيموت عشرين في الماء منهم لما بيصيب الصغار كان بيموت تمانين في الماء منهم في القرن الماضي فقط اللي هو من عام 1900 إلى عام 1978 اللي هو اليوم اللي اختفى فيه الجديري من العالم اللي هو السمول بوكس كان مات خمسمية مليون شخص فقط من الجديري في يعني أقل من تمانين سنة تمانية وسبعين سنة ده الرقم اللي هو سجل خمسمية مليون شخص ده للمنظمة الصحة العالمية أو بعد ذلك سجلوه يعني يوم ما احتفلوا بالقضاء على الجديري أنا بس بحكي لكم شوية قصص في غاية الغرابة الحصبة لما اكتشفوا التطعيم بتاعها أو يعني السير موريس اللي اكتشف التطعيم بتاعها أو اللي عمل لها التطعيم بتاعها سنة 1963 كانت قدت على ملايين من البشر على مر التاريخ التطعيم ضد فيروس بي التطعيم على فكرة السير موريس ده هو اللي اكتشف لنا التطعيم بتاع فيروس بي ومات بالسرطان التطعيم زي ما قلنا من الهومان بابلوما فيروس والتطعيم ايضا بقى ما انا بكلمكو على الجزء التاني التطعيم ضد فيروس بي ضد فيروس بي وفعالية التطعيم ضد فيروس بي تصل الى 95% اذا طعمنا الصغار اما الناس اللي هتطعم في سن الاربعينات والخمسينات والستينات نسب فعالية التطعيم قد تصل الى 46% فقط فاذا التطعيم المبكر ده مش معناه ان احنا ما نطعمش من التيتانس والديفتيريا والحاجات اللي هي المفروض ان احنا نطعم منها في توقيتها وده مش معناه ان احنا ما نطعمش من الانفلوانزة اللي انا النهاردة بصدد ان انا عايز اكلمكو على التطعيم بتاع الانفلوانزة طبقا للتعميم بتاع منظمة الصحة العالمية يعني او للمواضيع الساخنة يعني انا مش بكلمكو على المواضيع العادية لكن الموضوع الساخن في هذه الساعة هو التطعيمات واللحوم المصنعة فالتطعيم ضد فيروس بي فعاليته 95% يعني فيه منه طبعا تطعيم جرعة واحدة فيه تطعيم ثلاث جرعات ولكن احنا خلينا في التطعيم الستاندرد اللي موجود في بلدنا واللي موجود في معظم دول العالم ده بيقي 95% 95% من من الفيروس بي وفيروس بي المعروف لدينا ان هو اهم فيروس يسبب سرطان الكبد اهم فيروس يسبب سرطان الكبد زي ما قلنا الهومان بابلوما فيروس او الفيروس الحليمي اهم سبب لحدوث سرطان العنق الرحم فهذا اهم سبب لحدوث السرطان بتاع الكبد فالتطعيمات ده طبعا النهاردة بقت وجوبية لكل الولاد يعني مصر كانت دولة سباقة في انها حطت التطعيم لكن الناس اللي هي اغفلت التطعيم ده مش معناها ان احنا ما نطعمش ده فرصة ان احنا نطعم بفعالية للكبار اللي هما ما لحقوش التطعيم قد تصل الى 46% ده مش معناها ان احنا ما نطعمش ده اللي حينقيني معاكم للتوصية العام النهاردة قالوا لابد ان كل سكان الكرة الارضية يطعموا من الانفلونزا فيما عاد الناس عندهم حساسيات وكلام من ده 1918 الانفلونزا الاسباني موتت 50 مليون شخص على الكرة الارضية 50 مليون شخص ده اللي سجلوه وفي عام 56 او 57 حاجة من هذا القبيل حوالي 10 مليون برضو ماتوا من الانفلونزا يعني بنتكلم فيه عدة ايام مجرد الاصابة بالانفلونزا النهاردة ما بقناش نسمع هذا الكلام لانه النهاردة بقى عندنا يعني مضادات حيوية بقى عندنا رعايات مركزة يعني طبعا ده مش معناها لكن ممكن لقدر الله لو حصل تحور في الانفلونزا لكن حتى يومنا هذا في الفترات الاخيرة ما حصلش يعني بيحصل تحور كل سنة عشان كده التطعيم بتغير هناخد فاصل ونرجع لكم نكمل كلامنا عن التطعيم ورجعنا لكم وبنكمل كلامنا عن التطعيمات والحاجات اللي هي بتمنع السرطانات ده لسه بقى أكلمكم على التطعيمات بتاع باروس بيه بس في حاجات كتير جدا نقدر نقي أنفسنا من كثير من المشاكل يعني فيه فرق بين كمان الانفلونزا والنزلة البرد فيه فرق بين الانفلونزا وده لها مشكلة كبيرة جدا وده اللي احنا بنطعم منه وما بنقدرش نفرق بينهم كلينيكيا كثيرا النزلات البرد دي موجودة نتيجة الكورونا نتيجة حاجة اسمها أدينوفيرس وممكن تصيبنا خمسين مرة في السنة فمش معنى أن انت اتطعمت من الانفلونزا زي ما من نظام الصحة العالمية بتقولك إن ما جيلكش نازلت برد بفيروسات أخرى ملهاش تطعمات حقيقية ده للأسف يعني لكن فعالية التطعيم في سنوات من السنين ممكن تبقى 80% وفي سنوات أخرى ممكن تبقى 30% لأن التطعيم ده بتحضر 6 شهور قبل معاد قبل دور البرد يعني احنا بنطعم في شهر أكتوبر والتطعيم بيبقى بيتحضر بدءا قبلها من 6 أشهر قبلها يعني بتحضر من شهر 2 و 3 و 4 اللي قبلين وبياخد سترينزي من على مستوى العالم لكن ما زال هناك تحور لكن معنى إن إحنا نطعم ده مش معناه إن إحنا حيجينا وقاية 100% لكن ده بيقلل دروت المكروب وبيرفع لنا المناعة العامة للجسم عشان كده المنظمة الصحة العالمية بالرغم من فعالية التطعيم مش فضيعة لكن بتدعونا دايما للتطعيم إحنا بس دايما ناخد التطعيم ده ما نكون بسفريين أو راحين حج أو راحين عمراء أو حاجات من هذا النوع لكن المفروض ده يبقى جزء من التقليد العام مصر قوية في قصة إنها عملت تطعيم الإجباري للأطفال إحنا من من رواد الدول اللي في العالم اللي عملنا هذا الكلام لكن برضو في نفس الوقت عايزين إحنا نساعد أنفسنا يعني الدولة عملت عليها وزيادة إحنا عايزين برضو نساعد أنفسنا إن إحنا نبقى عندنا نوع فقط من الوعي جزء إن أنا أقدر أقي إحنا النهاردة بنتكلم على التطعيمات وبنتكلم على لكن أنا أقدر أقي نفسي بحاجات غريبة جدا غسل الإيد بالماية والصابون يعني غسيل الإيد بالماء والصابون ده بيقي أكتر من 80% ل90% من الفيروسات أنا عايز أقول لكم إن الفيروس بتاع الأنفلونزا ممكن يبقى قاعد على الترابيزة اللي أنا قاعد عليها دي حد عطس ممكن يقعد لمدة 14 يوم 14 يوم لو هو موجود في مخاط لكن لو الفيروس موجود لوحده ممكن يقعد 48 ساعة ولو موجود في مناديل أو أشياء أخرى ممكن يقعد فترات غريبة شوية من الوقت فمش معنى إن أنا ما عنديش حد عطس جوه الأوضة دي إن أنا مش مش هبقى مصاب ممكن يحصل إصابة من تلامس أكرة باب من وأنا بفتح النور بولع النور فممكن من أماكن أخرى طيب أفضل حاجة إذا كان لأي فيروس ممكن ينتقل إليه بهذا الشكل مش هقول للضمير الإنساني إن كل واحد المفروض لو عطس أو كل يحافظ على غيره ويفكر في آخرين لكن أنا هقولك أنت تقدر تعمل إيه غسيل الإيد بالماء والصابون بيزيل أكتر من 80% من الفيروسات نقدر نقول إن الغسيل الإيد بالماء فقط بس شطف الإيد بضيع 60% عايزين نقول إن الماء والصابون على مر التاريخ أو الغسيل بالماء فقط أو الماء والصابون منع أهم أسباب النزلات المعوية على مر التاريخ يعني قال المصريين على فكرة أول ناس اكتشفوا هذا كلام والله أنا بقيت المصريين فعلا عمر إحنا أحسن حضارة على الظهر الأرض وكل هذا كلام موجود في حاجة اسمها إيربس بابايروس يعني بردية إيربس نسبة إلى الراجل الألماني اللي اشتراها يعني إحنا تكلمنا على السرطان تكلمنا على الصابون على فكرة إحنا تاني حضارة بعد الحضارة البابلية اللي عملنا الصابون تاني حضارة بعد الحضارة البابلية هم عملوا صابون بشكل ما؟ إحنا عملنا الصابون على هيئته اللي إحنا بنشوفها النهاردة زي الصابون الزمان اللي إحنا كنا بنسميه النابولشي النابولسي ده نسبة إلى نابلس مش نسبة إلى عائلة يعني هم خدوا الصابون بتاعنا اللي احنا بنعمله وسمي إلى نابولسي محمد نابولسي أحمد نابولسي خالد يعني لكن ده الصابون المصري طريقة صناعة الصابون المصري على مر التاريخ الصابون طبعاً النهاردة أضيف إليه حاجات لتقضي على البكتيريا تصل إلى 98% مش ده المهم لكن الماء فقط الشط في الإيد بالماء جيداً قلل حوالي 80% من النزلات البرد والنزلات المعوية 80% غسيل الإيد بالماء والصابون بيقضي أو بيزيل مش بيموت البكتيريا نس بس بتظن هو بيزيل 80% برضو من الإصابة احنا قلنا فيه فرق بنقلل وبنأزال 80% من المقربات فيه فرق بين قلل نسب الإصابة قلل نسب الإصابة بنسبة 80% ماء ومية فقط شط في الإيد جيداً بالماء يعني أو غسل الإيد جيداً بالماء قلل 80% من المرض جزء يعني جزء مهم لكن بيشيل 60% من المقربات أو بيزيح 60% مش بيموتها لكن بالماء والصابون بيزيح 80% من المقربات وبالتالي برضو بس ما فرقتش النسبة لكن ده مش معناه ان احنا نستغن عن الصابون ده يعني ومش معناه ان احنا نجيب الصابون اللي هو بيقضي على البكتيريا يعني ده اللي هو التزيد الزائد لكن من يستطيع ما فيش مشكلة يعني مش دي القضية التطعيمات بقى تاريخها كان في غاية الغرابة زي ما قلتلكم ان التطعيم ده انتقل من الصين وراح إلى الأتراك وكانت سيدة تركية هي زوجة سفير في انجلترا هي السبب ان سير جافري يخترع او انها نقلت الفكرة الفكرة كانت موجودة وكانت الناس بتتكلم عنها من خلال سفرياتهم لكن هذه السيدة اللي هي حرم سفير تركي هي اللي نقلت الفكرة إلى البريطانيين يعني وظهر اول تطعيم عالمي من رجل البريطاني سنة 1798 وابتدوا يقو العالم كله من وطبعا كانت فيه تجارب كلها ايه لا ان ظهر سير باستير لما عمل التطعيم ضد ده الكلب يعني القصة التطعيم على مر التاريخ كانت يعني لما نيجي نشوف البدايات احنا اخر خمسين سنة حصل طفرة علمية غير مسبوقة طفرة علمية غير مسبوقة يعني احنا نتكلم ان دواء الكوليسترول اصبح من 78 دواء المعدة كل العائلة الامي برازول طبعا ابتدى في بداية السبعينات والثمانينات واصبح موجود 88 يعني التطعيمات تطعيم الحصبة ابتدى سنة 63 يعني احنا نتكلم على شوية التواريخ المناظير بهيئتها تطورت بالرغم انها موجودة من 1800 وحرموها ومنعوها وقالوا ان ده حاجة مش ادبية يعني الانجليز قالوا الكلام ده غير ادبي وانا قالنا هذا الكلام الى بعد كده تطور هذه المناظير ويمكن اول واحد عمل هذه المناظير وسميت باسمه يعني ماستر ستورز وما زال هناك شركة موجودة للمناظير بهذا الكلام لكن ما خدش حظه فيه شركات طبعا تطورت عليه وعملت تفارات اخرى يعني شركات اخرى عالمية وده ابتدى يعني حبوهم يعني مش اول واحد اخترع الاشياء فيه ناس تطورت عنه سبحان الله في قصة المناظير والمناظير دي في فكرة الجهاز الهضمي بعيدا عن الجراحات الاخرى اللي بيستخدمها الجراحين يعني نقدر نقول غيرت مجرى التاريخ بالنسبة لسرطان القولون اللي احنا كنا بصدده في بداية الحلقة يعني انت ممكن تعمل منظر قولون تكتشف زي ده قد كده تستقصل بالمنظر لو كانت سبتها يعني سنة او اتنين كان بقى ورم واضطرنا ناخد اشعاع واضطرنا نعمل جراحة واضطرنا ناخد علاج كيماوي وبالصدفة يعني العلاج الاشعاعي اللي اكتشفته احد السيدات ميسكولي الشهيرة وماتت طبعا بالاشعاع يعني فيه ناس اكتشفت الاشعاع وماتت به اللي احنا النهاردة بنستخدمه اليابانيين بعدما يعني ما نيجي نقول ان الحرب اثرت بشكل غير عادي في التطور البشرية يعني بعد القاء القنبلة الزرية في هيروشيما وجدوا ان الناس اصيبت فيه ناس اصيبت بسرطانات الدم وفيه ناس فقدت المناعة وماتت من الالتهابات نتيجة البكتيريا والكلام من ده لان هذا الاشعاع قضى على نخاع العظم تماما اللي في الجسم قضى قضاء مبراما فمن هنا من اليابانيين لحظوا هذه الفكرة فابتدوا يعرفوا يعني ايه زرع النخاع يعني هم اوائل الناس نتيجة اللي حصل فيهم واكتشفوا فوائد الاشعاع في العلاج الاشعاعي يعني ربا ضرت النافعة هذه الضرة نقلت البشرية الى تطور تاني خالص واثرت بشكل ايجابي يعني التاريخ غريب جدا لما نيجي نذكر فمن هنا كان النقلات البشرية بس كل ده لما نيجي نقول احنا حصدنا في خمسين سنة يا ترى بعد خمسين سنة تانين احنا النهاردة وما زلنا بنقول ان الطب يحبو يعني مش هنسمع بقى عن جراحات هنسمع عن حاجات النهاردة بنعالج العلاج الجيني نقدر ننقل الخلية من سرطان يعني في خلال عشر سنوات احد الناس اللي حصلوا على جهازة نوبل منذ فترة قصيرة هنقدر نغير الخلية من خلية سرطانية الى خلية طبيعيا رجحها الى مكانها الطبيعي من خلال اصلاح دي ان ايه احنا فهمنا يعني ايه كروموزوم يعني ايه فرهمنا دي ان ايه فسبحان الله التطور البشري اه يعني هحاول طبعا احكيلكو عليه يعني في 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 يعني اكتر من ذلك يعني لما يكون عندنا وقت باذن الله اه في حاجة تانية اه هكلمكو على الاسعافات الاولية للناس اللي عندها النزلات اه معوية النزلات المعوية عندنا اكتر من 23 مكروب يعني احنا ممكن ناكل رز بلبن يجينا نعمل البكتيريا اسمها اه استاف نتيجة ان واحد بس بين دوافره حطي ايده في الرز بلبن فبقى يجينا ترجيع جامد جدا ومغس في البط ده ممكن يقعد 6-7 ساعات اه هل اخد مضاد حاوي ده السؤال انا هكلمكم طبعا على انواع النزلات المعوية لكن في الحالة اللي زي كده بيفضل ان احنا نشرب سوائل اهم حاجة شرب بالسوائل لتعويض السوديوم والبوتاشيوم فانا هاخد لمون هاخد شاي هاخد اهوة على فكرة اللمون والشاي والقهوة من افضل مضادات الاكسادة في تاريخ على فكرة الشاي والقهوة افضل مانع سرطان للكبد ومن الحاجات القابضة اللي بتمنع التطور المكروب والسموم يعني النزلات المعوية دي احنا مثلا اول عرض ديها فيه ناس يجي لها ترجيع فيه ناس مغس في البط فيه ناس مغس وترجيع واسهال عندنا كثير من هذه الاعراض يعني فيه نوع من البكتيريا الرز المعمر اللي اعيد طهي نوع من البكتيريا اسمها باسيلا السيريولس يعني ما بيحصلش ما بيبقاش عندنا فيها مشكلة فظيعة لكن مع الترجيع والاسهال احنا بنفقد البوتاسيوم فيجي لنا شعور بالارهاق والاغماء لازم نعوض الكلام ده بالسوائل وخاصة لدى الاطفال عشان كده الناس يعني محلول معالجة الجفاف والحملة القومية اللي عملتها مصر في الستينات في السبعينات والثمانينات على محلول وماما كريمة كل ده كان في غيرات الغربة ده كان يمكن من اهم المخترعات اللي انقذت الطفولة يعني غسيل الايد غسيل الايادي وانواع محددة من المضادات الحيوية ومحلول معالجة الجفاف من اكتر الحاجات اللي انقذت البشرية من وفيات غير طبيعية يعني عندنا مع النزلات المعوية زي ما احكيت لكم فيه طبعا نزلات فيروسية ودي فيه حاجات بنطعم منها يعني جزء من الموضوع تطعيم فيه السلمونيلا اللي هي ممكن تعمل لنا تيفود ده فيه منها الاف الانواع فيه منها يعمل لنا حمى التيفود وياخد زمنه ومشكلته انه ممكن يحصل التهاب شديد في الامعاء الدقيقة وا 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 لكن نقدر نقول ان نقدر نقي انفسنا من حاجات كتير جدا من خلال هذه الحاجات البسيطة غسيل الايد شاي قهوة حاجات في غاية البساطة اشكركم والقاكم في حلقة قادمة ما تنسوش التطعيم التطعيمات ناخدها في معادنا ندي التطعيمات ولدنا احنا نفسنا واحنا مسافرين ناخد التطعيمات تجنبوا اللحوم المصنعة ولولدنا اللحوم المصنعة اشكركم والقاكم في حلقة قادمة باذن الله اشكركم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة